ردود فعل مختلفة من الأحزاب السياسية الموريتانية على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي التي اعتبر فيها أن موريتانيا جزء من الأراضي المغربية الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم وفي بيان صادر عنه قال إن موريتانيا قيادة وشعبا ستقف بالمرصاد في وجه ما وصفها المحاولات الظلامية البائسة السعية إلى ثني إرادة البلاد الحرة في تحديد الخيارات التي تخدم رؤيتها السيادي المستقلة ودع الاتحاد من أجل جمهورية قيادات حزب الاستقلال والنخاب المغربية إلى تقديم الاعتذار للشعب الموريتاني مضيفا أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد المناسب على تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل دان تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي واعتبرها تشكل خطرا وإساءة لعلاقات نسجها الدين والتاريخ وعززتها المصالح المشتركة وأكد تواصل أن المساس بالثوابت والمنطلقات ومن أهمها الوطن واستقلاله وحرمته تعتبر خطا أحمر لا تهاون ولا مساومة ولا دبلوماسية فيه مع أحد مطالبا الدولة المغربية وقواها الحي بالبراءة من موقف شباط والرد عليه حزب الحضارة والتنمية وفي بيان صادر عنه دعا الحكومة المغربية للتصدي لتصريحات شباط التي وصفها بغير المسؤولة ولا تخدم العلاقات بين البلدين وأقل الحزب إن العلاقات الموريتانية المغربية ضاربة في القدم بحكم التاريخ المشترك والجغرافيا واصفا للخراجات في وسائل الإعلام المغربية هذه الأيام بالممنهجة والمنسقة وبأنها غير محسوبة العواقب متهما للأمين العام لحزب الاستقلال بسعي إلى تسميم العلاقات بين موريتانيا والمغرب